راح يرجع سيد المالكي ببيان رقم واحد لو بالآليات الدستورية الشيعة أبداً ما كانوا من جماعة رقم واحد فهذا موضوع من تهي ما عنده لا لا تقاطعني رجاء ما قاطعتك لا تقاطعني راح أرجع لك لا لا مقاطعة لا مقاطعة لا مقاطعة فقط مداخرة بصورة عامة الشيعة أبداً ما كانوا من جماعة رقم واحد ببيان رقم واحد البيان رقم واحد تابع لي فيها معينة معروفة تاريخيا وهذا الموضوع من تهم عنده وإحنا دولة قانون اسمنا دولة القانون نبحث عن ما هو قانوني وإذا تحدثنا عن آمال وطموحات وأهداف سياسية فبالتأكيد هي أهداف وأمال وطموحات سياسية قانونية ودستورية إذا كان السيد المالكي يود العودة إلى رئاسة الوزراء فأنا أول من المؤيدين لهذا الموضوع أكيد أنتم مؤيدين يعني دائما دولة القانون مرشحها الرسمي وسيد نور المالكي لكن أنا تحدث عن الآخرين عدنا مثلا حائط المرجعية الدينية التي قالت في زمنه المجرب لا يجرب عدنا تيار الصدري عدنا المناطق الصنية عدنا حتى قوة أو بعض قوة من الإطار التنسيحي كثير من قوة الشيعية قد ترفض هذا الموضوع لكن بالنهاية إذا كانت الآلية ديمقراطية وإذا كانت الآلية دستورية وإذا حصل السيد المالكي على الأغلبية البرلمانية المؤيدة لتسنمه بآسة الوزراء ما رح تمشي ما رح تمشي الأغلبية البرلمانية ما تمشي لا مو إلا هو ما تمشي مو بإسمه لا يعني الأغلبية البرلمانية لا لا حاليا ما تمشي عدنا التجربة اليوم لا أغلبية البرلمانية سيد الماشدان لا شنو قد يعني إذا كان هناك تجمع بعدد 220 نائب وهو ثلثي أعضاء مجلس النواب هؤلاء إذا اتفقوا على شيء فآلية هي هكذا يتفقون على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يقوم بترشيح من اتفقوا على ترشيحه لرئاسة الوزراء فإذا كان أكو اتفاق شيعي خلقوا شيعي وسني وكردي على سيد المالكة أو أي شخص آخر العدد 220 يتخبون رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة هذا شيء ممكن هذا ما ممكن الوين المشكلة هي أن الأخوة مثلا الفتاير الصدري في الانتخابات الأخيرة ما قدروا يجمعون 220 جمعوا 200 بقى العشرين هي هذه المشكلة اللي واجهوها بالنهاية هم انسحبوا من العملية السياسية ويعني صار ما صار لكن لو الأخوة في تاير الصدري محصنين 220 كان اختاروا رئيس الجمهورية وكان حصلوا على رئاسة الوزراء فالأغلبية البرلمانية مات عن 170 نائب مو الخمسين زاد واحد وإنما هي 220 ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب شكرا شكرا